طيب تعالوا كده ما نحل شوية كده في اسئلة مهارات التفكير العليا بقى فيها فكر حلوة كده تعالوا نوضحها مع بعض يقول لك اكمل العبارات الاتية زرة عنصر تحتوي نواتها على 3 بروتونات و 4 نيترونات يا كونتك يفوقها نوات وعددها الزر يساوي نوات بالراحة افهمها معايا واحدة واحدة فبيقول لي زرة عنصر تحتوي نوات ارسم يا باشا النواة بتاعتك فاهم نفسك واحدة واحدة النواة هي اللي فيها كام فيها 3 بروتون البروتونات بتبقى مجابة اللي فيها 3 اكتب 3 كده اللي كمان وفيها 4 نيترون نيترون اشارة متعدلة فيها 4 اكتب 4 طيب entre يكنت كاكم فيها كام بروحة كده انت عندك دي رجحها الاصلة انت عندك لو جينا نوزع التلاتة اللي موجودة في النواة يبقى هنا المستوى هياخد اثنين انا بوزع النواة اللي لبروتونات المجابة يبقى اثنين والمستوى اللي ياخد واحد طيب فهنا بيقول لك ده عددها اخرها في واحد يبقى انت نوح حفلز يبقى هيفئد الواحد طالما فقد يبقى تكافوها ايه هنقول له احادي يبقى تكافوها ايه هتبقى تقول له احادي التكاف يبقى احادي التكافو يبقى التكافو هتقول له احادي فهمت احادي دي جات منين طيب وعدد هالزر كامل عدد الزر هو نفسه عدد البروتونات المجابة البروتونات المجابة 3 يبقى العدد الزر برضو هيبقى ايه هيبقى 3 طيب عندي بعد كده يجيولك اذا كانت صيغة اكسيد العنصر ام هي ام او فان صيغة نطارات العنصر ام هي ايه بالراح ام او دي ام او ام او او دي انه هو الاكسوجين تكافوه سنائي و ام كان تكافوها برضو سنائي قال لها طب ليه مستر عرفت منين قال لك لان احنا اخدنا في كتابة الصيغة ان احنا لو التكافؤات تقبل الاختصار نختصر طب ايه الدليل ان هم اختصروهم ان الاتنين بتاعت الاكسوجين مش موجودة جنب الام وهي هنا دي صيغة اسمها ام او ففين الاتنين تعرف لو ما كانوش اختصره كتبقى ام او او كتبقى الصغة ام او او في الحالة دي كان يبقى تكافو الام واحد اما هنا اللي عرفنا ان الام تكافو او اتنين ان الاتنين بتاعت الاكسوجين مش موجودة جنب الام إحنا وإحنا بنكتب الصغب نبدل التكافؤات فهنا أصبحت أنه نختصر يبقى على الاتنين فعل واحد وعلى الاتنين فعل واحد بدل التكافؤة تعمل مقص يلا يبقى الصغة تلعطلق M وقصدها واحد ما بين كتابش والقصدها واحد ما بين كتابش فتلعطلق M وهي زي ما مكتوبها فهمت؟ يبقى كان أصل M الأصل بتاعها كانت تكافؤة إيه سنائي خلي بالك من الخدعة دي دي التركة كلها اللي في المسألة فتعالى بقى نشوف الباق يبقى صغة نطرات الـ M تبقى عاملة كام هو عايز النطرات الـ M تتحط زي ما هي وانا عرفت أن تكافؤها بقى سنائي تكتب اتنين بتاعات وكتب لي صغة النطرات النطرات رمزها N-O نطرات N-O-S-R النطرات تكافؤة هو أحياتي بدل يا باشا التكافؤة بتاعتك يبقى التكافؤات تتبدل عمل مقص يبقى يديك M صغة نائم وصدها واحد ما بين كتابش وبعد كده N-O-S-R وطالما أصدها اتنين نعمل المجمع الزرعية دي بنقوصين كده وتحط الاتنين تحت كده يبقى الصغة عندك هتبقى M-O-S-R-B-2 طيب يبقى دي كده الصغة اللي هتنكتب لك هنا اللي هتكتبها لي هنا يبقى تكتب لي هنا M-O-S-R-B-2 ماشي؟ اكتبها بقى أنت أنا مش هكتف كتابها عشان الحتة دايقة انت كتبها هي الصغة قدامك هي بدي اللي هتكتبها لي عن النقطة الأولى دي طيب نيجي عن النقطة التانية قالك وصيغة فوسفات العنصر M برضو عايز صغة الفوسفات M برضو هكتبه هو واكتب تحته اتنين أنا عارفت أنه تكافه اتنين يلا نكتب مجموعة الفوسفات مجموعة الفوسفات اللي رمزها B-O-F-O-R دي مجموعة سلاسية التكافه لازم تحفظ المجموعة دي كنا بمبدل التكافه قد نعمل مقص يلا اكتب لي الصغة النهائية اللي هتطلع يبقى M وصدها كام وصدها 3 تكتب هنا 3 بعد كده اكتب B-O-F-O-R B-O-F-O-R وصدها كام وصدها 2 طيب ما لقيت دي رقم بنحوط المجموعة الزريا بقصين كده وتكتب الرقم تحت كده ماشي يبقى M-S-R-E-B-O-F-O دي الصغة هي B-O-F-O يبقى دي الصغة التانية اللي هتكتب على النقطة هنا كده طيب يلا رقم تلاتة يجي يقول لك يدخل عنصر نقطة في تكوين جميع المجموعة الزرية السالبة التي درستها يدخل عنصر نقطة في تكوين جميع المجموعة الزرية السالبة طب انت المجموعة الزرية اللي احنا اخدناها كلها عندك مجموعة الهيدروكسي عندك مجموعة النطرات عندك مجموعة النيتريت عندك مجموعة البيكربونات عندك مجموعة الامونيوم عندك مجموعة الكربونات اللي هي CO3 وعندك مجموعة الكابريتات SO4 وعندك مجموعة الفوسفات اللي هي BO4 لو تلاحظ كل المجموعات فيها من عنصر مين الاكسوجين كلها فيها او او هو ولو لفت فيها كلها تلاحلها الاكسوجين يبقى ازا هنقول له عنصر ايه? هتقول له عنصر الاكسوجين عنصر الاكسوجين طيب رقم اربعة يجي يقول لك عند تفاعل العنصر X11 مع العنصر Y17 يتكون مركب من نقطة طيب بالراحة انت عندك ده فلز اللي عارفك لان لما توزع ال 11 هتلاقي اتنين تمانية واحد فازن ده كده الاكس ده عارفت بنوها فلز وهنا العنصر وي ده هتيجي توزعه اتنين تمانية سبعة اخره سبعة يبقى ده لا فلز لان اللا فلز اتاخرها خمسة ستة سبعة طيب فهنا هيتكون لك مركب ايه انت عندك ايون موجب مع ايون سالب يكون لي ملح موجب مع سالب يكون لي ملح ملح اسمه ايه انت عندك ال ايه 11 ده ده السوديوم والكلور اللي وسيقل له 17 هيتكون لي مرك باسمه ايه كولوريد السوديوم باش كده يبقى يبقى ده ملح يبقى نوعه اتقول له من الملح يبقى من الملح او الاملاح اولا بالجمع بقى الاملاح بينما يتحد ايون العنصر اكس الايون بتاع اكس ده ايون موجب لانه جاي من فلز مع مجموعة الهيدروكسيد مكونة مركب اسمه ايه طب هو اكس ده اللي هو السوديوم ان ايه لما يتحد مع الهيدروكسيد يبقى ان ايه و اتش ده هيديك مركب اسمه هيدروكسيد سوديوم هيدروكسيد ايه؟ سوديو يبقى المركب الناتج هيدروكسيد سوديو اخره او اتش يبقى ده قلوي يبقى مكوم مركب من ايه هدوله القلويات لان اخره او اتش دي مجموعة مجموعة الهيدروكسيد طيب يلا كده هندخل في اسئلة اختر يجي يقول لك زرة عنصر نوأت تتحول الى ايون سالب خلي بلاك من كلمة ايون سالب دي يحمل شحنة سالبة واحدة يبقى اكتسب الالكترون واحد اثناء اتفاعه الكيميائي طيب مين فيهم اللي بيكتسب الالكترون معنى انه يكتسب الالكترون واحد يعني كان اخره سبعة السبعة هي اللي هتكتسب واحد اثناء اتفاعه عشان تكمل نفسها فهنا الفلور ده المفروض ان عدده الزرية تسعة مشيammash التسعة دي تيجي توزحها يبقى تيديك اتنين سبعة الفلور هيتيجي توزح التسعة ديت اتف sue santane سبع. السبع دي تكسب واحد اصح. يبقى هو ده. يبقى هتبقى فعلا الفلور. هو ده الاجابة. ماشي كده? اه اما هنا الحديد وعندك الكربون. الكربون ده هيبقى اخر اربعة عندك. لا مش هينفع. وعندك اه الفضة. ماشي? الحاجة ديت مش ما بتكونش ايونات سالبة. ده دي ايونات مجابة. ماشي? اما الكربون لا في لزة ماشي بس اخر اربعة. يبقى ازلا الوحيد اللي لا في لز. وهيكون لها ينسى لبها الفلور. طيب عندي رقم اتنين يجيون لك اي العناصر الاتية يمكن ان يمثل العنصر اكس في المركب اكس اف تو. طيب براح اكس اف تو. مين بقى بيمثل العنصر اكس? طيب هو انت عندك اكس هنا تكافؤ سنائي. رقم اللي بقى واي في جنب الاف ده ده بتاع الاكس. بتكافؤ سنائي. طيب الارجن ده غاز خامل. ملوش تكافؤ والغازات الخاملة التكافؤ بتحها بصفر. لانها ما بتدخلش في تفاعل كمية في الظروف العادية لاجتمال مستوى الطاقة الخارجي لها بالالكترونات. فبالتالي لا تفقد ولا تكتسب ولا تشارك بالالكترونات. طيب نيجي للتاني السوديوم. السوديوم ده ان ايه? حداشر. حداشر دي لو جدت وزعه اتلاقي اخر واحد. الوحد ده يفقده هيبقى تكافؤ احادي. فهنا الاكس هنا تكافؤ سنائي. برضو السوديوم ما ينفعش. تبنيجي للكالسيم. كالسيم سي ايه? عشرين اربعين. لو جدت وزع العشرين هتلاقيها اتنين. تمانية. تمانية اتنين. اخرها اتنين او يا مصدر هتفقدهم لانها فلز. فلما تفقدهم يبقى تكافؤ سنائي. بهو ده. يبقى الكالسيم هو اللي ينفع. الاليمونيوم تلات عشر. تجي توزعها اتنين تمانية تلاتة. اخره تلاتة. فتكافؤ يبقى سنائي مش سنائي. يبقى الوحد اللي تكافؤ سنائي هنا يبقى الكالسيم. خلاص. الوسي ايه? عشرين. لو جدت وزع العشرين هتلاقي فعلا اخره اتنين هيفقدهم. فيتحول الى تكافؤ سنائي التكافؤ. طيب عندي بعد كده رقم تلاتة يجي لك عدد الالكترونات الموجودة في ايون عنصر لافلزي سلاسة تكافؤ. خلي بالك من الحتة دي. مستوى الطاقة الاخر لو ام. يبقى كده ده متلات مستوى. يبقى هو عدد الالكترونات اللي موجودة في الايو. طيب. اه عنصر لافلز وسلاسة تكافؤ. مستوى الطاقة الاخر لو ام. طب براحة تعالى نطبقها واحدة واحدة. واحدة تعالى كده طبق معايا واحدة واحدة. هو بيقول لك. اه العنصر لافلزي ده Даτη افترض هو ايو عنصر مسلا اون افترض whis مثلا. قالك السلاسة تكافؤ ومستوى الطاقة الاخر لو ام. ام يعني كاي. ال ام يعني قدامه ثلاث مستوى طبق. قالك لافلز سلاسة التكافؤة. هو لافلز وسلاسة تكافؤ معانا ان المستوى الاخر لو كام قالك. معاناها ان المستوى الاخر يا مستوى واقف في خمسة. لان اللافلزت اخرها 5 6 7 فالخمسة دي هتكتسب 3 فعشان كده هو قال لك ثلاثة التكافر يبقى Automatic L بياخد كام 8, Automatic K بياخد كام 2 طيب هو عايز دي الزرة دي كده بالنسبة له دي زرة اللافلز دي زرة اللافلز عشان نحول الزرة دي الايون كانت هيبقى المستوى K هيبقى فيه 2 المستوى اللي هيبقى 8 زي ما هو المستوى M 5 هيكتسب عليهم 3 فهيتحول يبقى 8 فهو بقى عايز عدد الالكترونيات اللي موجودة في الايون اللي موجودة في الايون هتجمع لي كل دو خلاص كده يبقى اتنين وتمانية عشر وتمانية يبقى تمنتاشر فيه تمنتاشر في الاختيارات اه يا مصدر هتبقى الاجابة رقم دال ماشي يركز في الاسئلة اللي زي دي طيب عندي بعد كده رقم اربعة يجي يقول لك عنصر اكس تلتاشر يكون مع الاكسوجين اكسيت صوته الكيميائية طب هو اكس تلتاشر لو جيت توزع التلتاشر ديت هتلاقيها ان هي اكس تلتاشر تلو جينا نوزعها تلاتين تمانية تلاتة كي ال ام اخره تلاته هيفقدهم لانه فلز فلما يفقدهم هيتحول لايون يحمل تلاتة شحنات او تكافوها هيبقى سلسي يعني طب من هنا اكس هنا تكافوء سلسي في انهي صدا من دي اكس عشان عرف التكافوء هنا في اكس او هي الاتنين بتاعت الاكسوجين موجودة لا مش موجودة معناها هنا ان اختصرت قدام اتنين زيها يبقى الاكس هنا تكافوء سنائي في الصغر الاولى يبقى ازا ان ده ما ينفعش انا عايز التكافوء اللي يكون سلاسي مش لانه هي في اتلاتة يبقى اكس هنا ما تنفعش طب هنا اكس تو قس ري الاكس الاتنين اللي واقفة جنبها دي مش بتاعتها تدي بتاعت الاكسوجين لقيت الاتنين بتاعت الاكسوجين يبقى تعرف ان ما فيش اختصار حصل يبقى اللي واقف جنب الاكسوجين هو بتاع الاكس يبقى الاكس هنا تكافوء سلاسي او يا مصدر تكافوء سلاسي الاكس تكافوء هنا سلاسي يبقى صح هو ده يبقى الاجابة تبقى رقم به خلاص اما هنا الاكس الاكس هنا الاكسوجين مديني هنا ثلاثة ازاي الاكسوجين تكافوه سنائي ماشي? وازاي الاكسوجين تكافوه سلاسي ماشي? والاكس يبقى تكافوه سنائي. الاكسوجين تكافوه سنائي مش سلاسي. يبقى ازا الصغط غلط. هنا اكس تو او هنا يبقى الاكس هنا طالما ما حصلش اختصار للاتنين بتاعت الاو يبقى هنا الاكس هنا تكافوه احادي. يبقى برضو دي مش مطلوب. يبقى اه الوحيدة اللي تلات شرطين فعيبقى اذا هي الاجابة رقم به طيب عندي بعد كده يجي يقول لك ايا مما يأتي يعبر عن صياغ كميائية محتملة لأكاسيد النحاس طيب انت عندك النحاس له تكافؤن يا مصدر احادي وسنائي نحاس وزو نحاسيك طيب فبص كده انت عندك اكسيد النحاس سيو او ممكن لان هنا ممكن يبقى سنائي والاكسوجين سنائي الاتنين اختصروا مع بعض فيديك سيو او اكسيد نحاس ماشي سيو او تو انت عندك هنا الاكسوجين سنائي والنحاس والنحاس هنا الاكسوجين احادي والنحاس هو اللي سنائي لا دي غلط الصغة التانية دي غلط لان الواف جنب النحاس ده بتاع الاكسوجين فالاكسوجين مفروض سنائي هو كاتبه هنا بواحد بس الواحدك منناه بنكتبهش فهنا بواحد وهنا كاتب لك جنب الاو الاتنين يعني الصغة دي غلط يبقى اذا الغلط هنا دي يبقى إذن أول واحدة دي مرفوض طب نجي لتاني واحدة ممكن يبقى COO أكسيد نحاس ماشي لكن هنا CO أسري النحاس تكافؤ سلسي لا أقابلناش دي النحاس احنا عاو بدنا تكافؤ سنائي وأوحادي طب نجي هنا COO يعني هنا النحاس تكافؤ أوحادي لأن الأكسجين تكافؤ سنائي الاتنين اللي وقفة جنب النحاس بتاعت الأكسجين طب يبقى الوقفة جنب الأكسجين واحد يبقى هنا تكافؤ النحاس اوحادي صح وهنا سي و او اكسيد النحاس صح اه ممكن هي دي اللي تنفع طب نجي نشوف الاخيرة وبعدين نرجع لدي تاني الاخيرة هنا النحاس تكافؤ اوحادي اه موالي واي بجنب الاكسجين دي بتاع النحاس وهنا النحاس تكافؤ سلاسي غلط يبقى ازا الوحيدة اللي تنفع هنا معانا هتبقى رقم جيم يبقى رقم جيم دي صح واحد طيب عندي بعد كده رقم ستة المجموعة الزرية التي تتكون من نفس العناصر المكونة لجزء الماء هي طب انت عندك العناصر اللي بتكون جزء المية هي الهيدروجين والاكسجين لان انت عندك جزء المية رمزه يبقى عدد العناصر كام اتنين عندك عنصر اكسجين وهيدروجين قدامك هيدروجين والاكسجين دي العناصر ايه طيب فهنا بقول لك ايه المجموعة الزرية من المجموعة اللي انت درستها فيها الهيدروجين والاكسجين عندك مجموعة اسمها مجموعة الهيدروكسيد اسمها او اتش ماشي مجموعة الهيدروكسيد خلاص هي اللي فيها الاكسجين والهيدروكسيد يبقى ازا الكابريتات ماشي الكابريتات رمزها اس او فور هي فيها الاو بس ما فيهاش الاتش يبقى دي لا اه الكربونات فيها سي اسري فيها الاو بس ما فيهاش الاتش يبقى برضو لا النطرات انه اسري فيها الاو بس ما فيهاش الاتش يبقى برضو لا الهيدروكسيد اه هي دي اللي رمزها او اتش فيها اللي اتنين وإذن هي دي اللي صح طيب عندي بعد كده رقم سبعة يجي يقولك عدد الزرات يساوي عدد العناصر في مجموعة نقط الزرية طيب انت عندك الأمونيوم الأمونيوم رمزها N H4 والكابريتات رمزها SO4 والهيدروكسيد رمزه OH والنطرات رمزها NO3 وبقى بيقولك عدد الزرات يكون بيساوي عدد العناصر هنا في الأمونيوم عدد الزرات أربعة بتاعدة أربعة هيدروجين واحدة جنب النيتروجين يبقى عدد الزرات هنا خمسة والعناصر اتنين بإذن دي واحدة متأول واحدة دي مرفوضة لأن عدد الزرات ما بيساويش عدد العناصر طيب هنا عدد الزرات يعني نجمع الأرقام هنا أربعة جنب الأكسوجين وهنا فيه واحد جنب الكابريت جنب الأس يبقى اربعة واحد خمس خمس زرات وعنصرين برضو ما ينفعوش طيب نيجي هنا في واقع عنصر اتش وعنصر او يبقى عدد العنصر اتنين وعدد الزرات برضو اتنين واحد واحد يبقى اتنين يبقى هنا عدد الزرات بيسوى عدد العنصر فحيلا هنا طيب نيجي هنا هنا عدد الزرات عدد الارقام هنا في تلاتة جنبل او هنا في واحد جنبل ان يبقى تلاتة واحد اربعة وعدد العنصر اتنين يبقى اربع زرات واتنين عناصر برضو ما ينفحوش يبقى الوحيد اللي فاقي عدد العنصر بيساوى عدد الزرات هي مجموعة الهيدروكسين طيب عندي بعد كده يتساوى عدد الزرات وعدد العناصر في جزيء برضو عايز عدد الزرات يكون بيساوى عدد العناصر في جزيء ايه من هنا كولوريد الكالسيم لو جدا نكتب الساق بتاعته تعالى كده نكتبهم بتعندك كولوريد الكالسام الكالسام اللي هو C A والكلور الواء C L الكولور وحادي والكلسام سنائي بدل التكافؤات يبقى C A C L 2 طيب هنا عدد الزراب يسوي عدد العناصر اولا تقولك تعالنا نكتبهم كلهم مرة واحدة ونعدهم في الاخر عشان الوقت طيب نيجي بعد كده هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم والهيدروكسيد دي مجموعة زرية رمزها و H الهيدروكسيد اوحادي والسوديوم اوحادي يبدل التكافؤات يخرج لك N A O H طيب تعال نشوف الاتنين اللي احنا عملناهم دول الاول عشان نقلب ونعمل الاتنين اللي فضلين لو دول ماينفعوشها هنا هو عايز عدد الزرات مع عدد العناصر عدد الزرات هنا عندك عدد الزرات بعيد الارقام هنا فيه اتنين جنب السيل وهنا فيه واحد بس انا بنكتبش جنب السيل بقى اتنين واحد كام تلاتي بقى تلات زرات عدد العناصر فيه الكلور وفيه عدد العناصر اتنين بقى اتنين عنصر هنا عدد الزرات ما بيستويش عدد العناصر باول واحدة دي مرفوضة تب نيجي للتاني هنا عدد الزرات كام هنا انت عندك N A السوديوم وعندك الاكسوجين دي واحدة وعندك الهيدروجين دي واحدة ماشي به هنا عدد العناصر تلات عناصر بقى تلات عناصر وعدد الزرات برضو 3 زرات قدامكم بيبقى 3 زرات صح يبقى هي دي، عدد العناصر بيسموها عدد الزرات هنا فهيدروكسيد السوديوم فهيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم ده اللي هي نفسك هو إيدروكسيد السوديوم ده اللي هينفك طب لو جت نجرب على Auclide Alpha علا كده لما نجرب Auclide呢 نجرب Auclide البوتاسيوم يلا نكتب الصيغة الكيميائية باشا تبلي هنا البوتاسيوم اللي هو رمزه k والاكسيد اللي هو الاكسوجين o الاكسوجين التكافؤ السنائي والبوتاسيوم تكافؤ orange يبدل التكافؤات تعمل ما اس يبقى الك يا ياخد 2 يبقى ك 2 والا ياخد 1 يبقى u طب هنا يلا هتلي عدد العناصر عدد العناصر بنعد هنا الاكسوجين هدعع عنصر والبوتاسيوم هدعع عنصر بعدد العناصر 2 عنصر عدد الزرات بنعد لارقام هنا في 2 وهنا في 1 بس ما نكتبش بقى 2 و 1 كام 3 بقى 3 زرات لو عناصر بتساوي الزرات لا يبقى ده برضو مرفوض طب نجي نشوف الاخير حمد الكابريتيك حمد الكابريتيك طب يلا نجيبها نكتب له الصغة الكابريتات اللي هي مجموعة الكابريتات اللي هي S-O-F-O والحمد اي حمد فيه بدأ بـ H يبقى H-T-O S-O-F-O ماشيه حمد الكابريتيك اللي هو رمزه قد شتوق السقف هو دي الصغة بتاعته على طول يعني طب هنا عديل عدد العناصر العناصر عندك هيدروجين وعندك كابريت وعندك أكسوجين بعدد العناصر الثلاث عناصر طب عدد الزرات الزرات عد الأرقام قالي كده فيه 4 أكسوجين وفيه 1 هنا جنب الكابريت وفيه 2 هنا جنب الهيدروجين 4 و 1 5 و 2 7 يبقى 7 زرات لا العناصر بتساويش الزرات يبقى إزا ما زرات يبقى الواحدة اللي تنفع اللي احنا قلناها في الأول اللي هي داية تيبقى هي داية اللي كانت تنفع عدد العناصر بتساوي على الزرات فيه هيدروكسيد السوديوم تيبقى دا للا 3 عناصر وتلات زرات تيبقى الإجابة هيدروكسيد السوديوم دي اللي صح طيب تعالك دا يلا نحل رقم 9 يجي يقولك عنصر لافلزي اكس لافلز واسمه اكس تدور إلكتروناته في 3 مستويات طب براحة نمشي مع المسألة واحدة واحدة انا عايزك تكون فهم مش حافظ طب هو قال لي العنصر اسمه اكس قالك تدور إلكتروناته في 3 مستويات ارسمت 3 مستويات اهم كي الام قالك وعندما يرتبط مع زرة الماغنسيوم يتكون المركب ام جي اكس طب انت عندك الماغنسيوم تحافظه ان الماغنسيوم كالسا وخارسين زيبك رصاص دي في ليس دا سناء التكافر دا سناء التكافر طب هي فين اللي اتنين بتاعت الماغنسيوم مش موجودة مش موجودة في المركب ام جي اكس يبقى معناها اني اختصرت اني اختصرناه يبقى اختصرناه وقصاد حاجة تانية زي طب اما ما لقيتش ارقام معناها ان الرقامين كانوا شكل بعض خلاص يبقى اللي اتنين دي طارت اصاد اتنين زي يبقى الاكس هنا كانت تكافر ايه كانت تكافر اتنين برضو ماشي ما هو خلي بالك وبيقولك الصغة اسمها ام جي اكس يعني لو فرضناه كده واحنا بنكتب الصي ماشي اكيد كان الام جي الام جي تكافغو نتحافزوا بالتنين والاكس اكيد كان تكافور اتنين لا اعرفك بص كده احنا لو ل jamais تعجز التكافؤات ببعضها كنا بناختصار لنقول عليه عن اتنين فهلا واحد وعلى اتنين فهلا واحد فكنا بنعمل مقص بقى كتب مقص يبقى الام جي بقى صضو واحد ما بينكتبش التخفيف والاكس وصدو واحد ما بينكتبش فالصغيرة طلعتلك ام جي اكس هي نفس الصغيرة يبقى لو ايها نا رجع لها قبل الاختصار كم كان ثنائي ايبقى هنا كان اخرو اتنين ايه مشييييييبك بس خلي بالك بقى مش اخره هنا اتنين لنا هيقلي لا فلز لا فلز بيبقى اخر يا هين هيقل اخر هستة كان هنا اخر اه لافلز أما لو ز أيو كان يبقى اخر اتنين أما هنا بمن ان تكافؤ سنائي ولاثلز يبقى اخره 6 يبقى اوتوماتيك الا اخر تمانية اوتوماتيك ياخد اثنين اجمع دول اثنين وتمانية عشرة وستة demi 16 يبقى عددك الزر يقوم بتوبلك علاد الزر يقوم بتوب الخلف الم organised طمام كده طيب اه عندك ما صيغة المركب الناتج من اتحاد السوديوم مع العنصر اكس طب هو استشر ده اللي هو الكابريت ماشي اه اس ستشر اتنين وتلاتين فالستشر دي بتاعة الكابريت فحينما بقى بقول لك ما صيغة المركب الناتج من اتحاد السوديوم مع العنصر اكس تب الراحة اكت عندك السوديوم اللي هو انا ايه يتحد مع المركب اكس طب احنا اكس قلنا دلوقتي اني تكافؤه كام عرفنا اني تكافؤه yesterday ا اكتيب اتنين تحنوا والسوديوم تكافؤه حادي اعمل كده تبادل التكافؤات bonds 2 اكتب ا ايه واحدة من اهيه اول واحدة ان ايه تو اكس ما هي دي في امتجة من اين? يبقى لي جبهة تبقى رقم الف. رقم عشرة كل من ميات السيغة كيميائية صحيحة لمركبات الحديد ما عدا. انت عندك الحديد له تكافؤين سنائي وسلاسي. سنائي الصغير وز والكبر دي. السنائي هنقول عليه حديد وز والكبر هنقول عليه حديديك. فهنا انت عندك الاف ايه سنائي التكافؤ ماشي بس القلور احادي يبقى صح الصغير قولة دي تمام. طب هنا الاف اف ايه سلاسي التكافؤ ومجموعة الكابريتات سنائية التكافؤ صح الصغة دي برده صح. طب هنا الاف ايه سنائي التكافؤ ماشي. ومجموعة هدروكسيد احاديending التكافؤ ماشي صح. طب هنا الاف ايه سنائي التكافؤ تمام. بس الاو سلاسي تكافؤ غلط. دي الغلطة بقى. ان القو هنا مش سلاسي. القو هنا سناية. يبقى ازا للغلط هنا هيبقى رقم دان. يبقى الغلطة هنا هتبقى في رقم ايه? دان. طيب عندي بعد كده يجي يقول لك اه جزيئات كل من هيدروكسيد السوديوم والماء وحمد الكابريتيك تشترك في وجوده عنصرة ايه? عندك هيدروكسيد السوديوم اللي هو رمزه ايه و اتش. عندك الماء اللي هو رمزه اتش تو او. عندك حمد الكابريتيك اللي هو اتش تو اس او فور. شوف ايه اللي مشترك في التلاتة? بتعندك هنا بيقولك الهيدروجين الهيدروجين موجود هنا وموجود هنا ماشي. والنيتروجين اللي هو الان. لأ الان هنا الموجود هنا بس لكن مش موجود في دا ولا في دايب ازا ده برضو طب نجي هنا الهيدروجين والاكسوجين الهيدروجين موجود الاتش هنا والـ H هنا تمام أما الأكسوجين رمزه O الـ O هنا والـ O هنا والـ O هنا من أه يبقى هي دي الهيدروجين والـ أكسوجين موجودة في كله طب نيجي هنا الهيدروجين والـ Sodium الهيدروجين H H موجود أما الصوديوم مش موجودة اللي هنا بس يبقى إزا الإجابة دي برضو يبقى إزا الإجابة الصحة هتبقى رقم جيد طبعا عندي بعد كده رقم 12 يجي يقولك أي المركبات التالية يحتوي على أكبر عدد من الزر Beginning عايزين نعدي عدد الزراط هنا هيدروكسيد السوديوم هيدروكسيد السوديوم تعالنا اكتبها لأول الصياغ دي ماشيه؟ الحاجات دي كلها طبعا انا اشرحها في الدرس يعني لو رجعت للدرس هتعرف احنا بيكتب الصياغ ازاي بسهول فهنا هكتب له هيدروكسيد السوديوم السوديوم رمزه NA والهيدروكسيد دي مجمع زرية رمزها OH اكتب التكافؤ الهيدروكسيد احادي والسوديوم احادي بدل التكافؤ يبقى NA och هنا عدد العناصر اتنى العناصر هنا سوديوم وهنا ايودريجين يبقى عدد العناصر يبقى ثلاث عناصر عدد الزراط واحد اتنين تلات bugün ش Coach ثلاث زراط مشيه؟ طيب يبقى دي ثلاث عناصر وتلاث زراط تعالنا شوف التاني حمدا الكابريتيك الورمزه SPO عدد العناصر العناصر H قد عنصر و S قد عنصر وا O قد عنصر يبقى ثلاث عناصر عدد الزرات يجمع الأرقام أربعة وهنا في واحد خمسة وهنا في اتنين يبقى سبع يبقى سبع زرات طيب كابريتات الألمونيوم كابريتات الألمونيوم الألمونيوم رمزه AL والكابريتات دي مجموعة زرية رمزها SO4 الألمونيوم هنا تكافؤ سلاسي والكابريتات تكافؤها سناء يبدل التكافؤات يبقى يديك AL2 SO4 طيب ما لقيت مجموعة زرية ولها تكافؤ يبقى تكتب تحوطها بكسين وتكتب 3 اجمع لي هنا عدد العناصر وعدد الزرات العناصر في عندك عنصر الألمونيوم عندك عنصر الكابريت S وعندك عنصر الأوسيجين 3 تبقى هنا 3 عناصر طب عدد الزرات بص كده بالراحم القسين الأول خلص اللي جواه شو ما تطلبتش هنا فيه O و F جنبها 4 والS و F جنبها 1 يبقى 4 زائد 1 كام 4 و 1 اللي اتنين دول كده مع بعض يديني 5 جميل كده أنا خلصت اللي جواه القس جمعتهم روح جاي بقى القس ده هو كله مضروف في 3 براه يبقى هنضرب التلاتة دي في الخامسة يبقى 3 في 5 بكام الداني 15 15 ومعاك برا هنا هنا 2 وقفين جنب ال A L يبقى كام يبقى 17 بقى عدد الزرات 17 زر وصل الجات من اين؟ طيب طب نيجي اللي بعدها هنا بيقولك ساني اكسيد الكربون ساني اكسيد الكربون اللي هو رمزه في CO2 بقى عندك هنا عدد العناصر اتنين وعنصر وعدد الزرات هنا في اتنين وهنا في واحد بقى اتنين واحد تلات بقى ثلاث زرات طب نشوف كمين فيهم الأكبر هو بيقولك اي المركبات يحتوي على عدد أكبر من الزرات هو عايز عدد الزرات هنا ثلاث زرات وهنا سبعة زرات وهنا ثلاث زرات وهنا سبعة عشر زر يبقى أكيد بالتأكيد هيبقى كابريتات الألمونيوم هي الأكبر في الزرات يبقى كبريتات الالمونيوم يبقى نقول له كبريتات الالمونيوم مناش كده باشا طيب تعالى كده يجي يقول لك عنصر فليزي اكس تدرق الكتروناتو في 3 مستوى 3 الطاقة يتحد مع زرة اكسوجين او مكونة مركبة في صغطه اكس او اجيب اوجد العدد الزر للعنصر وتكافر العنصر اكس طيب بروا امشي مع المسألة واحدة واحدة وبيقول لك العنصر اسمه اكس وفليز طيب تدرق الكتروناتو في 3 مستوى ترسمه KLM KLM قال لك يتحد مع زرة اكسوجين مكونة مركبة صغطه اكس او طب هي هنا الحل كله بقى في الصغة دي الاتنين بتاعت الاكسوجين نظار على موجودة جنب الاكس لا يبقى معناها ان يختصر اتقصاد اتنين زيها يبقى معناها الاكس هنا تكافره ايه سنائي طيب بس هنا بما انه في لزة او يبقى تحط له هنا اتنين هتحط له قبلها تمانية هتحط له هنا اتنين يجمع دول اتنين وتمانية عشر وتنين يبقى اتناشر يبقى عددك يا اكس كامل عدده الزر يبقى اتناشر طيب وتكافؤه تكافؤه هو اخره اتنين هيفقدهم يبقى تكافؤه سنائي هتقول له سنائي التكافر طب اسكر نوع ايون العنصر طب هو بما انه في لزة لو تحول الايون بقى ايون موجب وعدد الشحنات التي يحملها وهيفقد اتنين يبقى هيحمل شحنتين موجبتين طب مانع الرابطة الكيميائية في المركب اكس او اكس فلز و اولي فلز يبقى دي على طول انت مغمض موجب وسالب يبقى دي رابطة ايونية رابطة ايه ايونية طب ما بتتم بين ايون موجب وايون سالب واحد يفقد التاني يكتسب يبقى دي رابطة ايونية طيب احنا هنكتفي بهذا القدر عشان ما انتقولش وقت الفيديو وان شاء الله استنونا في حل اسئلة تانية على الدرس ده ان شاء الله وعلى الدروس اللي جاية كان معكم مستر بريم السيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهده اللي لا يلا انت استغفرك وقتب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته